نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله يقول بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام وهم في هذه الأيام المباركة كيف يعظمون ويحافظون على خصوصية البيت الحرام وكذلك هذه المشاعر المباركة نعم يجب على المسلمين عموما وعلى خجاج بيت الله الحرام خصوصا تعظيم هذه الأماكن العظيمة التي هي شعائر الله جل وعلا فيعظمون الإحرام ويعظمون أداء المناسك على وفق ما شرعه الله من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بالمزدلفة وفي أيام التشريق أيام منا كل هذا من شعائر الله التي يؤديها الحجاج طاعة لربهم ومتابعة لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فهم في زمان فاضل وفي عمل فاضل وفي مكان فاضل تجمعت لهم فضاء العظيمة ونعمة كبيرة فيجب عليهم أن يشكروا الله عليها وأن يعظموها حق تعظيمها وأن يستغلوا وجودا فيها بطاعة الله وشكره وذكره وأداء مناسكهم على وفق ما شرعه الله ورسوله ترجمة نانسي قنقر